أقامت نيابة الشحر الابتدائية حفل توديع للقاضي فؤاد جابر لرضي الوكيل السلف للنيابة بحضور وكيل النيابة الجديد لقاضي الدكتور حسن محمد القرزي وخلال الحفل ثمن القاضي القرزي الجهود التي بذلها القاضي فؤاد لرضي كوكيل لنيابة الشحر خلال الفترة الماضية وما لاحقها من وقت عصيف ضلي اللادولة متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة كوكيل لنيابة غير باوزير الابتدائية كما القلق عبدالعزيز اليهري كلمة النيابة عن موظفي النيابة شكر فيها القاضي فؤاد لرضي على ما قدمه طيلة 14 عاما كوكيل لنيابة الشحر وما لاحقها من وقات عصيبة في ظل اللادولة وما تعرض له للعديد من المضايقات وسرق لسيارته إلا أنه ظل صامدا سمود الجبال بدوره شكر القاضي فؤاد لرضي قضاء نيابة الشحر والموظفين على الحفل التكريمي والتوديعي الذي يقاموه له متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهما وشاكرا لهم دعواهم معه خلال المرحلة الماضية وفي ختام الحفل تم تكريم القاضي فؤاد الأرضي من قبل موظفي النيابة بشهادة تقديرية كما وزعت هذا لقضاء النيابة الذين عملوا في الفترة السابقة والموظفين اشتركوا في القناة